عملتكم في الفيديو اللي فات طريقة عمل الفول المدمس بالطريقة الصحيحة النهاردة هنعمل الفول بالقوطة المسبكة وبالخضرة طعمه جميل جدا بيحبوه كل الناس من اطعم انواع الفول ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة معانا بصلة صغيرة مبشورة لاما تعملوها في كبة الخلاط لاما تبشروها بالمبشرة وهنضيف على البصلة اربع معالق من زيت الطعام او معلقة من الزبدة او معلقة من السمنة هنشغل النار والنار تكون متوسطة وهنسيب البصلة تدبل شوية صغيرين ومش هنسيبها على النار كتير يدوب بس نقطع قرنفلفل والفلفل ممكن يكون رومي وممكن يكون حراء بعد ما نقطع الفلفل هنضيفه على البصلة وهنشوحه شوية صغيرين حوالي دقيقة واحدة فقط بعد كده نضيف عليهم اربع فصوص توم مفرومين اللي التوم عندي شكله كده لانه كان في الفريزر شايفين لونه حلو جدا ازاي؟ مع انه عندي في الفريزر ده من السنة اللي فاتت انا بحطه في الفريزر باضربه في الكبة معايا معلقة من الملح وشوية زيت صغيرين بعد كده بحطهم في علبة محكمة الغلق وادخلوا الفريزر على طول اخرجوا استعمل منه وادخلوا الفريزر على طول هشوح التوم مع البصل شوية صغيرين حوالي دقيقتين فقط يدوب يتبالوا بس بعد كده اضيف التوابل وتوابل الفول بسيطة جدا وهي نص معلقة من الملح ومعلقة مش مليانة قوي من الكمون والمعلقة صغيرة وكمان رشة خفيفة من الفلفل الاسود ويفضل اننا ما نزودش التوابل بتاعة الفول عشان طعم الفول يكون ظاهر بعد كده نشوح التوابل دي شوية يا دوب بس نشم رحتها بعد كده نضيف عليهم 3 حبات طماطم صغيرين مقطعين قطع صغيرة او حبتين من الطماطم الكبيرة ونشوح الطماطم شوية مع البصل بعد كده نضيف عليها ربع كباية من المياه ونسيبها تغلي وتسبك لحد ما المياه تنشف خالص كده الطماطم تسبكت السائل اللي فيه هنشف خالص هحاول اهرسها بالمعلقة شوية كده بالشكل ده عشان الطماطم ما تكونش قطع في الفول بعد ما الطماطم تتسبك خالص وتنشف اضيف عليها الفول مباشرة الفول ده انا لسه عاملها حالا وممكن كمان لو حطينه في الفريزر تطلعوا من الفريزر على طول على التسبيكة هحطلكو لينك تدميس الفول في الوصف تحت الفيديو ده شوفوه هيعجبكم جدا ده نص لامونة كنت حطاها والفول بيتدمس ممكن تشلوها وممكن تسيبوها في الفول عادي خالص بتخلي برضو طعمه جميل جدا دلوقتي هسيب الفول يتسبك مرة تانية ويتقل وطبعا قوام الفول بيكون حسب الرغبة ممكن تخلوه تقيل وممكن يكون خفيف شوية شايفين الفول بالطماطم شكله حلو جدا ازاي وطعمه جميل جدا وطبعا ما تنسوش انه كنتو تدوق الفول ولو عايز شوية ملح كمان تضيفوله شوية ملح صغيرين عشان ما يحدقش منكو لان الفول من الاكلات الحساسة جدا اللي اقل كمية ملح بتظهر فيها ولو عايزين قوام الفول يكون ناعم شوية اهرسوه بظهر المعلقة بالشكل ده واخر حاجة خالص قبل ما تشيلوا الفول من على النار على طول تضيفوا عليه حوالي خمس اعواد من البقدونس المفرومي الناعم وتقلبوه يدوب تقليبة صغيرة بعد كده تشيلوه من على النار وبالهنة والشفا كده عملنا الفول بالطماطم والخضرة المرة الجاية ان شاء الله هعمل لكم الفول بطريقة تانية وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم موسيقى